أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق جاء ذلك خلال استقباله السماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي حيث أكد رئيس المصري دعم جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه مثمنا الدور البناء الذي يقوم به سماحة السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس تيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذق القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كفة